بسم الله الرحمن الرحيم يصر قسم الرياضيات الصف السادس بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم الجزء الأول من إيجاد مساحة شبه المنحرف لا تنسى الإعجاب بالقناة والضغط على الاشتراك سبسكرايب وزر الجرس ليأتيك كل جديد كيف يمكنك إيجاد مساحة شبه المنحرف؟ أولا ما هو شبه المنحرف؟ شبه المنحرف هو شكل رباعي أي مكون من أربعة أضلع له ضلعان متقابلان متوازيان ضلعان فقط أما الضلعان الآخران فليس بمتوازيان إذن شبه المنحرف هو شكل رباعي له فقط ضلعان متقابلان متوازيان ويمكن الحصول على مساحة شبه المنحرف بتجزئته إلى مستطيل ومثلثين المستطيل في الوسط والمثلثين في الطرفين ويكون مساحة شبه المنحرف يساوي مجموع مساحة المستطيل ومساحتين المثلثين نوجد مساحة المستطيل ونوجد مساحة المثلثين ونقوم بعملية جمع مساحة المستطيل ومساحتين المثلثين إيجاد مساحة شبه المنحرف للمرعى المجاور شكل شبه منحرف أوجد مساحة أولاً نجزئ شبه المنحرف إلى مستطيل ومثلثين قائمي الزاوية نوجد مساحة كل شكل ثم نجمع المساحات أي نوجد مساحة المستطيل ونوجد مساحة المثلثين ونقوم بعملية جمع المساحات أولاً مساحة المستطيل كلنا نعرف أنها الطول ضرب العرض الطول 12 العرض 10 إذن المساحة تساوي 120 متر مربع مساحة كل مثلث نصف القاعدة ضرب الارتفاع نصف بضرب H يساوي نصف ضرب القاعدة 4 متر الارتفاع 12 متر يساوي يساوي نصف ضرب 48 تساوي 24 متر مربع مساحة مساحة شبه المنحرف نقوم بعملية جمع المساحات تساوي مساحة المستطيل 120 زائد مساحة المثلث الأول 24 زائد مساحة المثلث الثاني 24 المجموع يساوي 168 متر مربع إذن مساحة شبه المنحرف 168 متر مربع كيف تجزئ شبه المنحرف المجاور لإيجاد مساحة ثم أوجد مساحة شبه المنحرف أولا نجزئ شبه المنحرف إلى مستطيل ومثلث قائم الزاوية ثم نوجد مساحة المستطيل والمثلث ثم نقوم بجمع المساحة أولا مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض تساوي 6.25% ضرب 5 تساوي 31.25% مربع مساحة المثلث تساوي نصف ضرب القاعدة بضرب بضرب الارتفاع H يساوي نصف ضرب 5 ضرب 5 يساوي نصف ضرب 25 تساوي 12.25% سنتيمتر مربع نقوم الآن بجمع المساحتين مساحة شبه المنحرف تساوي مساحة المستطيل 31.25% زائد مساحة المثلث تساوي 12.5% المجموع يساوي 43.75% سنتيمتر مربع إذن مساحة شبه المنحرف 43.75% سنتيمتر مربع أوجد مساحة شبه المنحرف المجاور نجز شبه المنحرف إلى مستطيل ومثلثين قائمين الزاوية نوجد مساحة كل شكل ثم نجمع المساحات مساحة المستطيل الطول ضرب العرض يساوي 9 ضرب 8 يساوي 72 سنتيمتر مربع نجد مساحة كل مثلث مساحة المثلث A تساوي نصف القاعدة ضرب الارتفاع نصف البي في الـ H يساوي نصف ضرب 6 القاعدة 6 الارتفاع 8 6 ضرب 8 48 نصف 48 24 سنتيمتر مربع إذن مساحة شبه المنحرف نجمع مساحة المستطيل زائد مساحة المثلثين مساحة المستطيل 72 زائد مساحة المثلث الأول 24 زائد مساحة المثلث الثاني 24 فيكون مجموع المساحات 120 سنتيمتر مربع إذن مساحة شبه المنحرف 120 سنتيمتر مربع نلخص ما درسنا تعلمنا إيجاد مساحة شبه المنحرف وقلنا أنه لإيجاد مساحة شبه المنحرف نقسم شبه المنحرف إلى مستطيل ومثلثين فتكون مساحة شبه المنحرف تساوي مجموع مساحة المستطيل ومساحتي المثلثين وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم ومع لقاء آخر في درس جديد إن شاء الله أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات قسم الرياضيات لمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبني